بعد نحو 13 من انطلاق عملية البنيان المرصوص التي أطلقت الحكومة الليبية لاستعادة مدينة سيرت من داعش تم الإعلان في طرابلس عن السيطرة على كامل الحي رقم 2 في المدينة نجاح عملية البنيان المرصوص جاء بسبب دعم المقاتلات الأمريكية التي استهدفت خلال الأسابيع الماضية مواقع التنظيم المتطرف بمختلف أنحاء سيرت سيرت لم تكن إلا النقطة أو نقطة تمركز لهذا التنظيم بحيث أن التنظيم لديه نقاط أخرى ينتشر فيها داخل ليبيا وخارج ليبيا وقبيل فترة معينة من بدء القصف الأمريكي ومن المشاركة الأمريكية يعني علم مقاتل التنظيم بأن هذا القصف وشيك وبأن هناك تحالف يتشكل في الأفق ضد أم وبالتالي بدأوا يغادرون سيرت حسب المعطيات والمعلومات التي خرجت من ليبيا وبالرغم من هذه الإنجازات الميدانية فإن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتين كوبلر حذر من أن الضربات الجوية الأمريكية بمفردها لا يمكن أن تكسب المعركة ضد داعش في ليبيا مضيفا أن المعارك في ليبيا ستحسن بوجود قوات برية على الأرض أنا لا أعتقد أن هناك ضرورة لوجود قوات أجنبية نحن العرب لدينا تجربة مريرة ومأساوية مع التدخل الأجنبي البلد الأخرى والعراق كمثال يعني أعطوا الآن دليل على أساس أن التدخل الأجنبي يكون حلا لكنه حل يطرح مشكلات أخرى مستقبلية ندفع تمنها الجدير بالذكر هنا أن عملية البنيان المرصوص بدأت في مايو الماضي بمشاركة آلاف المقاتلين الموالين لحكومة فايزة الصراج وقتل فيها حتى الآن أكثر من 300 منهم وعدد غير محدد من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي وبالرغم من النصر الذي حققته عملية البنيان المرصوص في سيرت إلا أن هذا لا يعني انتهاء تنظيم داعش في ليبيا والذي انتقل إلى داخل عمق الصحراء الليبية المصطفى العسري قناة الإخبارية الربط